علاقة بالقضايا الاجتماعية هناك نقاش وهناك حوار وهناك معارضة هذا كله كيتخاد وكيتحطف الهامش وكنمشيوا الواحد للأسلوب للأسف تفهمناها في المرة الأولى قلنا من باب تعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات الحزبية أنه يكون واحد التفاعل لكن ظهر بأنه هذا سيؤدي إلى انحراف إلى انحراف في المشهد السياسي وفي الحياة السياسية لأنه لا يمكن بأي نوع من الأنواع أن نقبل بأنه نحيد مقتضيات دستورية كتطلب من سيد رئيس الحكومة يمشي البرلمان في مناسبات محددة للفصل المياه ولا الفصل المياه وواحد من الدستور ونجيو ونقول لي وندخلوا في واحد النقاشات لمرتبطة بواحد الإيجابات على بعض الورقات التي تكتب تكتب هذه الورقات ربما من بعض الوافدين الجدد على هذه التنظيمات وهذا الوافدين الجدد على هذه التنظيمات من الذي يكتبون هذه الأوراق يكتبونها بشكل فعالي ربما ترتبط بالتواجد لهم في مؤسسات أو بالرغبة لهم إلى دخول مؤسسات ونحن ندخل المؤسسات من الدولة الذي يريد أن يدخل المؤسسات من الدولة ويجب أن يدخل المؤسسات من الانتخابات ويجب أن يهبط المواطنين ويهضر معهم ويقبلوه كما قبلوا التجمع الوطني للأحراب ويصوتوا عليه ولكن رغم شيء غريب هذا القضية لأنه من يترقص هذا الحزب يترشح تعيه منجح عمره ما كان في المؤسسات فطبيعي أنه تكون الرسالات الإنفعالية التي في هذه النوع التي عمرها بمجموعة من المعطيات التي لم يكن لديها أي أساس واقعي ويجب أن ندخل هذا الآن تكلمت عن مستوى المنهجية جوجة المنهجية منهجية الحرص على الدستور تطبيق الدستور الالتقائية للسياسة العمومية الامتتال أمام البرلمان تسمع الكلام سواء كان أغلبية أو معارضة وتأخذ بالإيجابة وتنتابه للسلب لكي تحطط منه في المستقبل تجمع مقاربة مختلفة قبل أن تذهب البرلمان هو تجمع الأمانة العمون لجميع الأحزاب السياسية الممتلة في البرلمان وتقولهم هذه هي الاختيارات الكبرى التي ستجمع هذه الحكومة وهذا لماذا؟ جوجة الملفات الأساسية ورأنا المشاورات التي افتح السيد رئيس الحكومة أنا أريد أن أقول لكم أحد قضية حضرة السيدة والسادة يمكنني أن أسمح لي السيد رئيس الحكومة في بعض الملفات لأنني كان أضغط عليه في بعض القضايا وأجد فيه ما يمر من الأيام بأنه ضغطي كان مبالغاً فيه وبأن الاختياراته هي الصحيحة وسأقول لماذا؟ أنا حضرت في الاجتماعات في 2017 كان هناك من اليوم يعطي الدروس في هذا المجال كان هناك من يدافع على أن نرفعه من نسبة العجز السيد محمد بوسعيد كان حضر في هذا الاجتماع هذا اليوم هناك توجه جديد لا نجعله العجز نخفض العجز الذي سيهبط حوالي 3% في 2026 لأنه يخفض العجز هو أنه يخفض المديونية بشكل مباشر فمن يطلب هذه الاختيارات لا يمكن أن يأتي ويقدم ويقول بأنه يمكن أن نقوم بكذا وكذا وكذا لو أنت جاوزه رأي هذا الرسالة ما فيها في هذا الرسال قال لك الرامد كانت فيه 18 مليون 18 مليون مواطن مغربي هذا العدد تركه من 2005 إلى 2022 فيه الذي يخرج وفيه الذي يتوفى وفيه الذي يمشى النظام وأحد أخر لكن الرامد لم يتجاوز 11 مليون ما عملت لهم هذه الحكومة ونرجع لكلام ما قالوا السيد طالبي هو أن هذه الناس تهزؤوا بشكل أوتوماتيكي وتعطوا فأم وتضامر وتعطوا لهم سنة لأنهم يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد ما أعطيتها تجربة جديدة أعطيت مليون منخرج جديد كانوا خارج هذه السياسات العمومية لأنهم لم يكنوا لأنهم داخل هذه المنظومة المبنية على الاستحقاق والمبنية على الشفافية دعم الاجتماعي دعم الاجتماعي بحده وحضرت السيدات والسادة إلى غير تكتب حسنات هذه الحكومة أنا شخصيا أقبل أن يكون الحسنة الوحيدة تقدير المتواضع أن هذا هو ما كنا نطالب به سنوات تزيع العادل هو هذا هو واحد الـ 25 مليار درهم تأخذها وتعطيها للفقراء والمعوزين والمحتاجين وتعطيها الأبناء الفقراء لكي يبقوا في التعليم ويبقوا في المدرسة العمومية لأنه في نهاية المطاف منين سيقرأه ومن سيقوم ومن سيقوم ومن سيجر ومن سيجر المصعد الاجتماعي نحن نعرف المنظومة القيام التي قوية لنا في المجتمع فأنا أريد أن نتكلم قليلاً عن الحاصلة ولكن لأنه سهل جداً أن نقول هذه حاصلة إيجابية ولكن المؤشيرات هي التي تقول هذه الكلام ونحن في السر ونحن لا نأخذ الوقت كثيراً سابقاً نقرن هذه الحاصلة مع التجارب السابقة التي تقوم بها هو أنه كان لديك المستوى كان يتكلم عن الرفع من الميزانية الصحة والتعليم هذه الحكومة زادت من الميزانية الصحة بالتلوتين حوالي 34 مليار درهم وزادت في التعليم بالتلوت معمار ما كانت هذه النسبة في تاريخ الحكومات المتعاقبة هذه الحكومة غيرت واحد القانون الاستثمار الذي عمر 20 سنة والآن نحن بصدد مناقشة القانون المراكز الجهوية في الاستثمار في البرلمان هذه الحكومة عملت حوارات قطاعية تلقائية ودرت المأساسة الحوار الاجتماعي وابنته على أسس مضبوطة فيها جوجة للمحطات كل 6 شهر نتلقوا مع النقابات نتناقشوا معهم ونهضوا في قضايا مهمة جدا ونعملوا اتفاقات ونمشوا للقدام ونخليوا الآليات الأخرى للإشتغال هذا ما عمروا لم يكن في تاريخ الحكومات المتعاقبة بما فيها من تدعي بأنها يسارية هذا المجهود الذي قامت به هذه الحكومة من استهاش واحد من المواضيع الأساسية الاستثمار العمومي اليوم الذي فيه المدرسة والتعليم والطريق والسد وجميع المنشآت التي يستفيد من هذه المغربة وصل إلى 335 مليار برهم برسم هذه السنة 24 ونسبة الإصدار الميزانية الاستثمار في 22 هي 80% بمعنى الحكومة ترصد الإمكانية وتصرفها وهذا هو الجديد وهذا هو المهم الإصلاح الضريبي الذي يعكس المضمون القانون الجبائي والذي كان محط الإجماع المختلف الفعاليات والحساسيات في بلدنا هذه الإصلاحات الجديدة التي قامت بها هذه الحكومة أنا أقول بأنها لا نحن في هذه الحكومة نحن نقود هذه التجربة ولكن يحق لنا جميعا كما قال محمد أجار يحق لنا بأن نفتخر بها افتخارا كبيرا جدا لأنه فيها جوجد قضايا أساسيا ومهمة جدا رأي الأحزاب التي كانت في السلطة كانت خدتها النشوة الحكم المركزي ونسات المناطق التي تجمع الوطني الأحرار كان حريصا على تنزيل الإصلاحات ولكن في نفس الوقت كانت عينوا على الجماعات كنا نعمل المنتدية الجهوية واليوم هناك إجابات كبيرة في هذه الرؤية الجديدة التي تجمع الوطني الأحرار والذي طبعا لا ينتهي العمل هنا عاد يبدأ العمل لأن هذا كله يجب أن يكون عليه ترافع ويكون إن شاء الله الفعل الجماعي نطبح له جميعا ما قام به التجمع الوطني الأحرار مرة أخرى وما قامت به هذه الحكومة سيضل في تاريخ بلادنا ومن ثم نقولها ما شيء من باب الافتخار ولا تقص زيدة في النفس ولكن أعرف ما معنى أنه في 26 تخصص حوالي 29 مليار درهم للفقراء 9.5 مليار درهم لمتضامون تخصص إصلاحات عميقة جدا لقطاع الصحة جميع الجهات اليوم ستكون فيها مشفيات جامعية ستكون فيها كليات ومراكز لتكوين المهنيين 26 سنصلوا للمعدل المنظمة الدولية للصحة سنكون في المعدل العدد المهنيين وعدد الأطباء هذه تحولات كبيرة جدا تقعوا في المجتمع يجب أن ننتبه لها والانتباه لها يقتضي أننا نتكلموا لها ونتمنوها وسيبقى المسار مستمرا شكرا لكم لا تنسوا تابنوا وفلاشين وتأكتبوا الجرس لكي يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس وتبقى اجيو مع صحابكم اشتركوا في القناة